محافظة أسيوت ممكن لو هنتكلم على الإنجازات والمشروعات القومية الضخمة اللي بيتم على أرض محافظة أسيوت فلازم نتكلم مثلا على قطاع الكهرباء قطاع الطرق صرف الصحي في مجال الصحة مجال الأبنية التعليمية ممكن إحنا بنتكلم في محافظة أسيوت بما يفوق 2500 فصل دراسي تم إضافتهم في 2020 على بعد ثلاثة كيلومترات جنوب قناطر أسيوت يقع واحد من أهم المشروعات الجديدة القومية التي أقيمت على أرض المحافظة محطة توليد كهرباء الولدية التي تستهدف توفير الطاقة ليس بأسيوت فقط أو الصعيد فحسب بل لكافة أنحاء الجمهورية بعد ربطها بالشبكة الموحدة لكهرباء مصر المشروع بتاعنا دوى من المشروعات القومية المهمة جدا واللي جي بقرار من القيادة السياسية اللي بتهدف طبعا في النهاية ليه تنمية منطقة الصعيد وتنمية الشبكة الكهربية الموحدة بالشكل عام المشروع طبعا من المشروعات الخدمية المهمة جدا اللي بتدعم توليد الكهرباء في الشبكة القومية الموحدة بالإضافة أنه ليه فواية كتيرة جدا على المستوى المحلي إنه في النهاية بيفيد المناطق المحيطة بالمحطة في نواحي عديدة جدا المشروع بتاعنا بتكلفته تقريباً 8 مليار جنيه مصري في قطاع الصحة تم تحقيق إنجازات ملموسة بعد رفع كفاءة وتجهيز المستشفيات العامة فضلاً عن تطوير وإنشاء 27 وحدة صحية جديدة لتخدم قرى كانت محرومة من رعاية صحية كاملة وأنشئ مستشفى أبوتيج النموذجي الذي يعد أول مستشفى نموذجي مركزي أما مبادرة 100 مليون صحة رئاسية فاستهدفت أكثر من 2 مليون مواطن بأسيوت خلال هذا العام مشروع حياة كريمة طبعاً ده من خدنا حوالي 27 وحدة ومكملين في 90 وحدة رفع كفاءة وإنشاء كامل وتأسيس طبي وغير طبي لجميع الوحدات مستشفى أبوتيج النموذجي ودي تكلفت حوالي 500 مليون بالتأجهز الطبي وغير طبي طبعاً تم بعد ذلك رفع كفاءة جميع المستشفى داخل محافظة أسيوت المدينة وصلنا من حوالي 900 مليون إلى مليار لجميع المنشآت برفع الكفاءة والتأجهز الطبي والغير طبي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوت من أهم القطاعات الحية التي حققت إنجازات ضخمة في 2020 حيث تم تنفيذ محطات مياه مدمجة وأحلال وتجديد شبكات المياه المتهالكة ب17 منطقة فضلاً عن تجديد محطات رفع صرف صحي وإنجاز نسبة تفوق 90% بمشروعات صرف أخرى العشرين عشرين نحن الحمد لله تعالى تبقى للحزم اللي نحن شغالين فيها نحن شغالين في حزمة مشروعات مسماها البنك الدولي تدعمها الدولة تماماً دي تسع قرى حيتنفيذهم إن شاء الله تعالى وحيخشوا الخدمة آخرهم في 33 اللي جاي في عندنا حزمة الحلال والتجديد نحن الحمد لله تعالى السنة دي عاملين شغل 150 مليون جنيه في عندنا الحزمة الأخيرة بوامر سيد الرئيس برنامج حياة كريمة وتستمر التنمية في مختلف القطاعات بمحافظة أسيوت في إطار حرص القيادة السياسية والحكومة على التوسع في تنمية الصعيد وتوفير خدمات أفضل للمواطنين بكافة مناحي الحياة لتحقيق حياة كريمة